محمد من ليبيا السلام عليكم وعليك السلام يا محمد إن شاء الله يا شيخ ربي يحفظك ويفارك فيك ويحميك ويرعاك يا طيب الله يسعدك إن شاء الله يا ربي يحمي دولة الإمارات من كل مكروه يا رب يا رب إن شاء الله وإياكم يا محمد والله يا شيخ أنا الحمد لله الموليد 90 ومجوز ممكن من 2015 تمام وبعد سنة ربي يرزقني بأحلى شيء في الدنيا ثلاث بنات توأم ما شاء الله الحمد لله عندي ثوى ثلاث بنات توأم عمر ثلاثة سنين نعم فأنا مشكلتي يا شيخ من ستة شهور نفسيتي مع الحق ومش مرتاح ليه ما عنديش أي مشكلة مع جوزتي ما عنديش أي مشكلة مع أهلي أموري الحمد لله أنا ممكن فترة ستة شهور عندي خالي كان من أقرب الناس ليا توفى في توفى انتقل رحمة ربي إن شاء الله ربي يرحمه من الفترة ذكي إلى عند نهار اليوم والصمي الحمد لله في الصلوات الخامسة نعم يعني زي ما تقول تقدر تقول يا شيخ الصلوات ما نلعبش بين الحمد لله نعم في المساجد ممكن في نسبة ثمانية في المية مرة 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 ممكن عشان العمل نتأخر عندي قصة الفجر هذه تعبن منها لكن نفسية يا شيخ مش مرتاحة نقرأ في قرآن الحمد لله بس في حاجة زي ما تقول يا شيخ ضغط على صدري ما فانت مع أهلي أموري تمام صارت مشكلة قبل شهر أول مرة تسير في حياتي إنه هو يعني ردني من البيت في يوم واحد في الليل جيتا قلت لها أم شي رضاك أنت صار نقاش بيني بين جوزتي جاباتي بدون ما يسمع بدون ما يفهم القصة ضردني من البيت جيت في نفسي اليوم في الليل وطلبت مننا تسمعه وقلت لها أم شي أنت يبوي يكون يعني ينبير راك عرفت لكن ما فهمتش عندي مشكلة يا شيخ أنا في نفسي لحد ما عنديش وسعة البال يا شيخ وسعة البال هذه ما عنديش من أول كلمة نلقى روحي مع لي صوتي مرات حتى شوية مع الوالد ما نقدرش نتكلمه مع الحق لكن أمي تتحمل شوية تقول لي وسع بالك لما وسع بالك مع جوزتي وأنا جوزتي رأى ممكن ربي يعين على البنات هذه متعبات الحق الحمد لله لكن الحمد لله ما مش أي مشاكل وين السؤال السؤال يا شيخ نبي نسمع منه كلامي طيب الخاطر لأنه نارى أول علمك يا شيخ وبصراحة والله كل من الضائق نخش علي لليوتيوب ونتفرج برنامجك نفسي ترتاح نتذكر من الضائق والله كلامك يا الطيب يا شيخ نشهد بالله صراحة إن كلامك إن شاء الله يا ربي يحبك ويحميك إن شاء الله آمين وياك اسمع يا شيخ أنا مش ما عندي السؤال بس أنا نفسية نفسية ما عنديش وسعة البال يا شيخ أنت عندك سريع الغضب بس الله يفتع عليك صح نبي نعالج نفسي شن الحل شوف اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم صح تمام وشو قال بعدها والحلم به خلك معي يا محمد شو قال بعدها صلى الله عليه وسلم والحلم به والحلم به بالتحلم والحلم بالتحلم صح تمام الإنسان كما يجاهد نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول ليس الشديد بالسرعة صح انت معي ولا لا ما عادي شيخ والله معه ليس الشديد بالسرعة كم الحديث إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كل إنسان له ردة فعل شي طبيعي صح القطو القطة احصرها في الزاوية لها ردة فعل صح صح الحشرة الحشرة احصرها في الزاوية لها ردة فعل هذه طبيعة المخلوقات المخلوقات دائما لها ردود أفعال ميزة العقلاء هو عدم أن ردود أفعالهم تقتل من أمامهم بهدوئها وحكمتها الغضب يجر الغضب الغضب دائما يجر الغضب لا يوجد غضب لا يجر غضب والدم يجر الدم والصراخ يجر الصراخ والقتال يجر القتال لكن الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن وقال الله هل جزاء الاحسان للإحسان وقال الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه ولي حميم ولي ينحم وقال الله عز وجل الشانه للنبي وإنك لعلى خلق عظيم من نظر في الإسلام يجد أن دائما الله يدور في كتاب حول الأخلاق حتى قصص مع الأنبياء مع نوح ولوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسون يتطهرون صح هم شاذين جنسيا فاتهموهم أنه لا أنتوا كذابين وتتطهروا علينا حتى مع نوح عليه السلام اتخذ نوح عليه السلام مادة للسخرية ويبني للسفينة حتى مع عيوب عليه السلام حتى مع يونس من تأمل في كل مع موسى عليه السلام مع الأنبياء أننا تطيرنا بكم غلاص ما نريدكم تشأمنا منكم فمن يجد تاريخ الأنبياء دائما يجد أن القرآن يدور ما بين رد فعل الأنبياء وفعل وفعل قومهم صح دائما القرآن ما بين ينقل لنا فريقين فريق الأنبياء وقوم وقوم هل رأيت رد فعل الأنبياء ها هل رأيت رد فعل الأنبياء بالسوء لا أبدا لأنهم صاحب فكر هم صاحب منهج هم صاحب دعوة هم أصحاب توحيد فالنزول مهم بشر أنا ضد الكلمة هذه أصلا ما بعثهم الله منا إلا لنقتدي بهم لماذا جعفر قال للنجاشي بعث الله فينا نبيا نعرف نسبه وحسبه وصدقه حتى يكون قدوة لنا إذا انتو شو مشكلتكم بشر لو بعث الله ملك لو بعث الله لكم أنبياء ملائكة تقولون ها حنا وين هما وين ملائكة ولو بعث فيكم ومنكم بشرة قلتم ها هم أنبياء وش مشكلتكم انتم ما بعث الله الأنبياء منا وتربوا بتربيتنا وأكلوا من طعامنا ومن حسبنا ونسبنا حتى نقتدي بهم يكون لنا حتى ما يعتذر واحد يقوله نبي لا لماذا الله عز وجل أخبرنا عن عتابه لمحمد صلى الله عليه وسلم عفا الله عنك لما أذنت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك عبس وتولى ما كان لنبيا يكون له أسر لماذا الله أخبرنا عن عتابه لمحمد صلى الله عليه وسلم ليه حتى يخبرنا تره بشر قل إنما أنا بشر مثلكم ليه حتى نقتدي به لماذا الله عز وجل دائما كان يعاتب نبيه بأشياء وقع بها حتى لا تظن أنه ملاك بل هو بشر فأنت تاتي تقول إحنا وين هم وين هم بشر مثلنا مثلهم جرى عليهم الموت ويجري علينا الموت النبي صلى الله عليه وسلم نسي وأن نحنا ننسى سهف الصلاة وإحنا نسهينا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وإحنا نتزوجنا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج الخلاء وإحنا نحتاجنا الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم عطس وإحنا عطصنا بشر فإنما أكرمه الله بالوحي حتى نقتدي بهم وإلا لو أردنا خروجهم عن البشرية لكل إنسان قال وين حنا وين هم المهم نرجع لموضوعنا فالله ذكر لنا في كتابه تكلم عن فريقين فريق أنبياء وفريق ناس انظر لرد فعل الأنبياء وانظر لكلام الناس لوط اتهموه موسى سبوه نوح سخروا منه يونس كذبوه فكل الأنبياء تعرضوا لحملة سيئة جدا قائمة على الكذب والانتقاص من الفريق الآخر لكن هل رأيت نبيا تقص منهم هل رأيت نبيا سبوهم هل رأيت نبيا يعتدي عليهم بالعكس يدعونا لهم وإنا وياكم لعلى هدى رب اهدي قومي رب اغفر لقومي اللهم اهدي بهم اهديهم واتي بهم كما فعل فالشاهد للأمر أنه دائما رد الفعل الغاضبة دائما ليس فقط تخرجك عن نطاق البشرية بل تغضب رب البشرية كما فعل أبو ذر لما قال لبلالي ابن السوداء أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك مريون فيك جاهلية إنك مريون فيك جاهلية لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب أوصني لا تغضب أوصني لا تغضب أوصني قال لا تغضب لا تغضب حتى أبو هريرة ماذا قال رضي الله تعالى عنه قال رأيت كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أن مجامع الشر بالغضب يقول رأيت مجامع الشر بالغضب فالغضب ليس بالأمر الهين دائما الغضب يترطب عليه هدم البيت القتل التجريح السب الشتم أجمل على فكرة ردة فعلك في الغضب نفس أجزاء الثانية في عدم رد فعلك يعني أنت لما تغضب ترد جزء من الثانية وأنا إذا مسكت نفسي جزء من نفس التوقيت اللهم الفرق هنا أنت فجرت به وهنا أنت مسكت نفسك ليه أنما يملك نفسه عند الغضب ليس عبث يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مسكوا من هنا من هنا مسكوا قال أعطني من مال الله ليس من مال أبيك ولأمك من هنا محمد صلى الله عليه وسلم مسك من هنا تعالي مسك مسؤول الحين ولا مدير تعالي مسك راجه من هنا مسك نانا وهو محمد صلى الله عليه وسلم اتهموا عرض النبي صلى الله عليه وسلم زانية وخرج من برقال من يعذرني في رجل بلغ أذا هو في أهلي بأهلي سبوني قالوا عنه كذاب مجنون ساحر ونفسه وهم أنفسهم قالوا عنه صادق الأمين هم نفسهم قالوا صادق الأمين فالأصل في المسلم أن يكبح ويضبط نفسه الحياة لا تأتي على منوالك ولا تأتي على مسارك أنت مع بيئة بشرية تتعامل منهم من يمتاز بحسن الخلق منهم بسيء الخلق منهم منافق منهم كذاب لكن أنت تعامل معهم بطبعك لا بطبعهم تعامل معهم بأخلاقك لا بأخلاقهم أنت لو كل إنسان تعاملت معه بخلقه ستعاني من ازدواجية من الداخل والله رجع محترم بتعامل معه باحترام الجنيبي والله عصبي بتعامل معه بأصبية هذا يغضب بتعامل معه بغضب هذا كذاب بتعامل معه بكذب أنت تعاني من ازدواجية حن سبع مليار على الكرة الأرضية ستحتاج لسبع مليار شخصية في ذاتك سبع مليار شخصية اجعل لك شخصية واحدة لن أغضب لن أستفز سأبقى صاحب خلق هذه الشخصية أنت تجبر السبع مليار يتعاملوا مع شخصية واحدة لكن أنت تتعاملوا مع سبع مليار شخصية لهذا سيدي الغاضب هو الخاسر اضبط عصابك واضبط نفسك هذا نصيحتي والله أعلم فاصل ونرجع إليكم بإذن الله